على صعيد متصل شكى مواطنون في الكرك من اقدام صهريج بياه خاصة على بيع المواطنين مياها معبئة من بئر اليروت المغلقة والمواطنون اكدوا ان بئر اليروت مغلقة منذ سنوات لثبوت عدم مطابقة مياهها للمواصفات مشيرين الى ان الصهريجة رغم ذلك تقوم بسحب المياه منها وبيعها على انها مياه صالحة للشرب وطالب المواطنون الجهة المختصة بالتدخل واتخاذ اجراءة رادعة وعاجلة بحق الصهريج المخالفة المياه صار فيها مياه عادمي نزلت من بلدة الياروت على العين لتحت فاختلت فيها مياه عادمي لهيك صار فيها جردومة الاقلاء وهي لا غير صالحة للشرب وغير صالحة حتى لا ثقاية الاشجار غير صالحة تنكات المياه تستغل للمواطن اكثر هل منين بيجيبوا مصدر المياه لا علما لدينا هو من السلطة هم من أبار من نفس السلطة لا علما لدينا خرجت هاي عين المية عن الخدمة بسبب تصريحات الجهات المخولة انه هاي العين تحتوي على جرثومة الاوكولاي فتمت عملية ردمها لكن بعد فترة اصبحت مالكي الصهريج بنقل المياه وبيعها على المواطنين ورغم ان المواطنين مضطر يشتري هاي المية لانه بعاني من قطاع شح المياه للتعليق على موضوع بئر الياروت وايضا تسعير الصهريج المياه ينضم الينا عبر الهاتف الناطق باسم وزارة المياه ورية السيد عمر سلامي مساء الخير سيد عمر مساء الوردي سيدي سيدي نبدأ معك بداية من بئر الياروت المغلقة ما هو وضع البئر حاليا وهل ثبت لديكم ان هناك صهريج مياه تقوم بتعبئة حملتها من هذا البئر سيدي هذه النبعة الياروت اللي هي نبع مياه الينابيع في سلمة تعرف هي ثلاثة انواع تنقسم الى ينابيع تتبع للموازن المائية يتم احتسافها ضمن الموازن المائية بمعنى انها مصدر مائي تدرج وزارة المياه ضمن موازنتها ويتم معالجته وضخه للمواطنين وينابيع لها حقوق ملقية مسجلة بدائرة الاراضي لغاية الري وينابيع منخفضة الانتاجية بالنسبة لنبعة الياروت هذه النبعة هي منخفضة الانتاجية وبالتالي نتيجة تراجع انتاجيتها قامت الوزارة بتغناء عنها كونها غير مدية لمعالجتها اي مصدر مائي مثل هذه الينابيع مكشوب بحاجة الى معالجه ويجب ان يتم معالجته طيب سيد عمر من هي الجهات المسؤولة لمعالجة او مراقبة هذا نحن نقوم بفحص عينات المياه ومراقبتها فنيا وغير صحيا ولكن المادة 67 من قانون الصحة العامة أعطت الصلاحية لمعالجة وزير الصحة هم من يطوضوا بمراقبة ومتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة بحجز المخالفين وإغلاق المصدر المائي وتوقيف صاحب الصهريج المخالف لدى الحاكم الإداري حتى يتم تصليح الخطأ وتصويقه طيب يعني هناك خطورة لإقدام أصحاب صهريج المياه لتعبئتهم منها نعم وهناك مسؤولية بالتأكيد علي بيكن هذه المياه غير صالحة للاستهلاك كونها غير مكلورة وأي مصدر مائي غير مكلورة وغير معالج هو غير صالح للاستهلاك وبالتالي يجب أن يكون معالج فيه محطات المياه المتخصصة حتى يتم كالورته والتأكد من مطابقته للمواصفة المائية مواصفة مياه الشرب وبخلاف ذلك هذه هي نبيع معرضة لكافة أشكال التلوء طيب سيد عمر ننتقل لشكوى من رفع أصحاب الصهريج يعني سعر صهريج المياه احنا ما زلنا ببداية فصل الصيف تسعير تسعير متر المياه يعني ارتفعت عزو ذلك لارتفاع سعر الديزل أيضا سعر الديزل من المتوقع أن يكون هناك تضخم في المستقبل على أسعار المحروقات هل يخضع تحديد هذه التسعير لمسؤولية وزارة المياه هناك لجلة مشكلة لمتابعة هذا الموضوع وتحديد أسعار الصهريج ونحن رضو في هذه اللجلة هي من أحد الجهات وخصوص أسعار الصهريج المتر المكعب هو يعني يوضع لهذه الصهريج بمت دينار وربع لكل صهريج مياه يعني بمعنى أنه الأربع متر نتحدث عن حوالي خمسة دنامير ومترك المجال للصهريج يبيعه يعني أقل من ضعف هذا المبلغ ويكون فيه فائدة ولكن فيه أحيانا يتحجج أصحاب الصهريج بخصوص بعد المسافات قد يكون هناك فرق نحن نبيع الصهريج المياه أو التابع عليه سلطة المياه شركة المياه وهي محدودة بالفعل في العاصمة عمان بالأربعة أمتار بثمانية دنانين وستمئة فلس حسب ما هو التسعير المحدد ولكن التسعير المقرم من قبل اللجنة الحكومية التي نحن عضو فيها ولسنا كامل اللجنة هو دينار وروقع للمتر الواحد طيب سيد عمال يعني لماذا لا يتم تزويد المواطنين بصهريج البياه عن طريق وزارة المياه والري تسعير واحدة للجميع ويعني هناك نقص في المياه وتوقع يعني حصة الفرد أن تقل وتقل وتقل أخي علي لا تستطيع دولة في العالم أن تقوم بتزويد حي كامل وليس مدينة حي من الأحياء بصهريج مياه على مدار بشكل مستمر لأنه هذا موضوع شائف وغير قابل نحن لدينا مجموعة من الصهريج في العاصمة على سبيل المثال لدينا حوالي 20 صهريج للتعامل مع الحالات الطارئة وتقوم بمعالجة الاختلالات التي وجدت هنا وهناك بشكل فردي أو لا سبحان الله في حال حدوث أي تلوث على أي من الخطوط يتم تعقيمها بواسطة المياه المجلوبة بهذه الصهريج وتنظيف هذه الخطوط وعادة الضخ أو أنه ضخ لبعض المواطنين بواسطة هذه الصهريج أما أنه نزود مدن أو مناطق كاملة بالصهريج هذا لا يمكن وعالميا لا يمكن بالإمكان لأي دولة تقوم سيد عبر يعني مع بداية فصل الصيف ويعني المشاكل بدأت ونقص المياه كيف تقيمون هذا الصيف وحاجتنا للمياه لا شك أخي علي أنه هذا الصيف حرم وكميات المياه المتاحة وفق ما أعلننا سابقا هي أقل من المطلوب لدينا عجز ماء يقل إلى خلال هذا الصيف حوالي 28 إلى 30 مليون متر مقعب خلال هذا الصيف وهو رقم كبير ولكن الاختلالات موجودة في بعض المناطق وهذا الشيء كنا كل الصيف نمر فيه والصيف إن شاء الله سيكون متابع للسنوات الماضية ولكن الوزارة إن شاء الله أنا قادر على التعاون مع هذا الموضوع بتكاتف وتعاون إخوانا المواطنين والتحديات المائية معلومة لدى الجميع ونعرفها جميع نعم شكرا لك الناطق باسم وزارة المياه والرياء سيد عمر سلامة كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك